مرة أخرى سيدة شافيق العيدي ظهورة مهمة كبيرة اليوم موكولة للمحكمة الإدارية في هذا المسار في ظل الغياب اليوم المحكمة الدستورية بالتأكيد المحكمة الإدارية كانت ولا تزال معتها مفخرة للقضاء التونسي والناس الكل تستنى في قراراتها على أساس الثيقة الموضوعة فيها باعتبار الكفاءات اللي فيها وكانت الناس اللي مع أنت ليش كون تشكي كيم يقولوك إذا يكون خصيمك الحاكم تشكي للمحكمة الإدارية من جملة الإشكاليات الكبيرة هو تطبيق قراراتها عادة تعودنا أن الأزارات والسلطات مختلف درجاتها جهوية محلية مركزية عادة ما تنفذش القرارات لكن بالنسبة للنقطة هذية في النزاعات الانتخابية بالضرورة يلزم تنفذ حتى ما تشكي مش تكون نزاعية تخصمه الحكم بضرورة في النزاعات الانتخابية القرارات اللي خذيتها هيئة العلية المستقلة للانتخابات كسلطة في ظروف معينة اللي انتو في خط سلطاتها نتيجة بعض الفراغ ثم فراغات على المستوى القانون جيت ليزي الفترة هذية وعباتها هذي يعليش ثم طعون لو كان إدارة العامة متاع الانتخابات كانت تدار بقوانين مثلا تم تنقيح القانون الانتخابي را ما تحوش في برشة اشكاليات اللي زي خذت برشة قرارات بيش تملة فيها الفراغ متاع النقص دونك هي وليت سلطة اصدار القرارات دونك ما تجيبش تقول الخصم والحكم هنا يعليش بضرورة يلزم القرارات متاع المحكمة الإدارية تنفذ بحذافيها ولا يحق للهيئة العلية المستقلة للانتخابات أن تتملص من التنفيذ هذية بطبيعة محترام القوانين الجاري بها العمل حوما الحقيقة في كل ما يقولو احنا على ذمة القضاء وفي كل شيء معنا تثبت لصارت في الطور الأولاني متاع تسكية تغيروا معناتها تحاولوا حتى قضاء وهذا ما أعلنتهم بطبيعة المحكمة الإدارية ومعنات توليزي أيضا تحاولوا إلى مقرر وقاموا بالعمل متاحهم في أحسن الظروف على كل في انتظار كل القرارات وازدار كل القرارات قلت 30 أوت هو آخر منطق للحكم ننتظر إلى ذلك التاريخ اليوم زوز طعون وردوا على المحكمة الإدارية في طورها الاستنافي في انتظار خمسة بطبيعة ينجموا يكونوا معناتها اليوم غدوة نتبعوا كل التفاصيل أهلا وسهلا ومرحبا بكم نرجعوا تتسويط على بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيان خرجوا الاتحاد يوم يوم